هل كل ما تحفظتم عليه أو تحفظت عليه نقابة المحامين كان فقط خاص بفقرات خاصة بالمحامين أم فيه أيضا تحفظات أخرى يا دكتوران لا طبعا فيه فقرات أخرى يعني على سبيل المثال مادة 13 الذي أعطت الحق لرئيس الجلسة أن يحرك الدعوة الجنائية في محكمة الجنايات بدراجيها أو محكمة النغط في حالة ما إذا أحدث أحد أي أمر يؤثر على الشهود أو على سير العدالة إذا كان هذا الأمر خارج نطاق الجلسة هذا الأمر أيضا مطلط لماذا؟ لأن هنا أنا ممكن أهدد الصحفي إذا قام بنشر أمر معين أنا هنا بهدده هذا الأمر الذي تحفظ عليه نقيب الصحفيين يعني نقيب الصحفيين أيضا تحفظ على هذه المادة لأنه أنا بيمس حق الصحف أيضا وأمره برضو غير مقبول يعني هذه المادة أيضا مادة مطلطة مادة ما هيش منضبطة لغوية فييجب أيضا التصدي لهذه المادة ونقابة الصحفيين أيضا حاليا تشاركنا الرأي في هذا الأمر هو عمل انضمام رسمي ورأي طبعا انضمت رسميا لنقابة المحامين في هذا الأمر ضمت رسميا فالمحامين لا مش فقط علشان بعض المطالب وحتى المطالب زي ما أنا قلت الحضري ان حتى المطالب اللي يتحدث عنها المحامون لا يتحدثون بمصالح شخصية هم لا يطلبون حصانات أو ضمانات لا هم بيتكلموا أو يتحدثون عن ضمانات لتحقيق العدالة ألا يمس حق المتهم في محاكمة عادلة في ألا يمس حق المتهم في تحقيق العدالة هذا ما يتحدث عنه المحامون فيه فقرات أخرى عليها تحفظ؟ طبعا فيه فقرات أخرى على سبيل المثال بعض الفقرات اللي هي بتتحدث على القبض القبض المتهم والافتآت عليه في داخل منزله دون إذن هذه المادة أيضا فيها افتئات على حق المجتمع وعلى حق المتهم المادة أيضا المادة التي أعطت للمأمور الضبط القضايا الحق في استجواب المتهم هذا أيضا فيه افتئات على حق المتهم إذن أين دور النيابة؟ إذا كان المأمور الضبط القضايا يجوز لها وأن يقوم بدور النيابة إذن هو أصبح القاضي والحكم هو هنا خصم هو مفروض خصم هو جاي فمالوش حق أنه يستجوبه فقط يقوم بالقبض أو الحفظ عليه فقط وحالة للنيابة العامة أما أن يقول القانون أن يعطي هذا الحق أو حق النيابة العامة يعطيه لمأمور الضبط القضايا أيضا هذا فيه إخلال بمبدأ المحاكمة العادلة فإذا أنت خليت هذا اللي جعلت من مأمور الضبط القضايا هو الخصم والحكم أيضا حصل افتئات على حق النيابة العامة إذن أين دور النيابة العامة؟ لما هذا هو الذي يقوم بالقبض سيقوم بكتابة المحاكمة سيقوم بالاستجواب طب فين النيابة العامة يدورها؟